بصفتك كنت نائب في مجلس الشعب في أخطر فترة من عمر الوطن وأنا فاكر أن كان لك مواقف وطنية قمة في الحياد وقمة في الوطنية يعني ما كانش لك دافع غير أن مصر تبقى حالة الاحتقان اللي كانت موجودة قبل كده في الانتخابات وفي العمليات السياسية وحالة التخوين وحالة اللي بتوصل لسب ونوع من أنواع التهديد بالقتل على شاشات تليفزيون في هذا الوقت صحيح وحالة السلام النفسي اللي كانت دايرة دلوقتي الديمقراطية زي ما يعني بمفهمها نقارن ما بين المشهدين إزاي ده سؤال عظيم يا أستاذ مصطفى فعلا مشهدين متنقدين آه كان في حجد في الانتخابات أيام الإخوان بس حجد محتقن جدا ومعادي لبعضه جدا وفي حالة خوف كبير جدا على البلد وحالة يعني نهش للبلد من طيارات وعايزة تقودها وعايزة تسيطر آه لأ كان في حالة عصبية مخيفة في الانتخابات اللي حرج بتكلم عليها في الفترة بتاعت 2012 الحالة اللي كانت موجودة مبارح حالة مبهجة بتعبر عن السلام الوطني وإن الناس متحدة على البلد يعني ممكن تبقى مختلفة على المرشحين كل واحد هينزل يدي حد وحور لكن في النهاية الناس كانت متحدة على البلد حالة الاحتقان مش موجودة فيه أريحية وده لمسناه في حركة الناس حوالين اللجان اللي هي الحركة الهادية اللطيفة مفيش حتى مشاحنات مفيش حاجة مفيش ضغاء بين الناس حتى اللي نازل عنده طيار بيختاره هو بيختاره برحته بيتكلم مع باية الناس لا يعني الحقيقة فرق جبير والفرق ده يا أستاذ مصطفى اللي حركة أشارت إليه هو من أهم الفروق اللي تحسب للقيادة السياسية حقيقي إن إحنا كنا فين وبقينا فين ما بين مشهد بغيد في احتقان وفي تناحر وتهديد بالقتل وتهديد بالقتل ودعاوة صعبة جدا إلى مشهد مبهج واختيار وطني وأريحية وراحة وانت رايح اللي جان الفرق كبير جدا ممكن هي يعني كل مواطن لو سألته وهو واقف قدام لجنته نيته إيه أو هدفه إيه هو فعلا أنه خايف على بلده